اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم في الدرس السابق في إثبات كون البسملة جزءا من القرآن الكريم من الفاتحة وسائر السور الشريفة ما عدا سورة براءة وقد تقدم منا دليلين في هذا الموضوع في هذا المقام الدليل الأول قلنا الإجماع ونقلنا اتفاق علماء الإمامية على كون البسملة جزءا من القرآن الكريم والدليل الثاني الذي وقفنا عنده في الدرس السابق هو روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين الموضوع هذا يحتاج شوية وقفة لأنه مهم جدا وهو موضوع خلاف بين المسلمين كذلك من الأدلة المهمة التي سيقت في هذا المجال في مجال الاستدلال على أن البسمة لجزء من القرآن الكريم ينبغي المحافظة على الطريقة العلمية التي استدل بها الفقهاء وبناء عليه أفتو بكون البسملة جزء من القرآن الكريم الدليل الثالث هو الرسم القرآني والمقصود بالرسم القرآني هو كتابة المصحف الشريف التي بين أيدينا كتابة المصحف الشريف جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن تثبت يعني تؤكد على كتابة البسملة كجزء أصيل من القرآن الكريم سواء من الفاتحة أو من سائر الآيات الشريفة رغم تعاقب الأزمنة ورغم ما دخل على القرآن الكريم من تعديلات ومن ترتيب مثلا من تنقيط التنقيط تدرون ما كان طريقة الكتاب أيام النبي ما كان التنقيط التنقيط جاء فيما بعد كذلك الأحزاب والأجزاء هذه كلها تطورات والقرآن الكريم شهد تطورات كثيرا حتى في الكتابة اليوم مع أنه بقي الرسم ثابتا حتى الإملاء كما هو تشوف بعض المصاحف مثلا تخلي اسم الجلالة باللون الأحمر مثلا أو كلمات اللي تدل على الربوبية بالخط الأحمر مثلا هذه كلها تغييرات وتعديلات لكن هذه التغييرات والتعديلات لم تشمل البسملة كل التعديلات لم تطل البسملة ولم تغير من كونها ابتداء للآيات الشريفة سواء في الفاتحة أو في سائر السور إلا في سورة شنو براءة فهذا يدل على شنو يدل على أن في الصدر الأول كان الموضوع كذلك وتوارث المسلمون هذا الحال يعني لم يمسوا البسملة بأي تغيير فبناء عليه فهي جزء من القرآن الكريم ناقش بعض العلماء في هذا الاستدلال والعالم اللي ناقش مو شخص عادي وهو السيد الحكيم رحمة الله عليه السيد محسن الحكيم في المستمسك قال أبقائهم شوفوا التفتوا جيدا قال أبقائهم للبسملة الآن عرفتوا الاستدلال واضح شنو إشكال السيد رحمة الله عليه قال أبقائهم للبسملة أعم من كونه جزءا من كون البسملة جزء أو غير جزء هذا لا يدل على جزئية البسملة يمكن يكونون طبعا هذا بغض النظر عن أن القضية ثابتة بروايات أهل البيت عليهم السلام كما قدمنا بس الكلام في هذا الدليل يعني هل هذا الدليل قائم يمكن الاستدلال به أو لا ليش؟ قال ربما يكونون يحتمل أن المسلمين يكونون قد أبقوها لجلالتها وعظمتها وأهمية الابتداء بالبسملة وما ورد في فضل البسملة لكن الجواب على كما أجيب يعني على السيد الحكيم رحمة الله عليه أننا نحن نريد بهذا الاستدلال لا نريد من تعاقب الأزمنة نستدل بفعل المسلمين وإنما نريد أن نستدل بفعل المسلمين على زمن الوحي وبالتالي نقول رسم المصحف في زمن صدر الإسلام الأول وبين الصحابة يكون كاشف عن معاملة النبي للبسملة وأصل أن يكون جزءا من الوحي فالقضية ليست الاحترام احترام المسلمين وتعاقبهم على البسملة لا نريد هذا التاريخ المتعاقب نستدل به على كون البسملة جزءا من القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وآله هو عهد النزول وبالتالي يكون تابع لمسألة الوحي إذن عندنا الآن النتيجة نقطتان مهمتان النقطة الأولى أن ما ورثناه من رسم المصحف الآن اللي بين أيدينا يدل على أنه تعاقبت الأجيال جيلا بعد جيل على تثبيت البسملة في صدر الآيات الشريفة الفاتحة وسائر السور زين؟ إلا براءة هذا واحد الأمر الثاني أن هذه النقطة الأولى تكشف عن كون هذا الوضع كان أيام النبي صلى الله عليه وآله وهذا كافي من يكشف لنا أنه كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله يدل على أن البسملة جزء من القرآن الكريم فأثبتوا في القرآن الكريم مقابل التفسيرات صارت تعديلات القرآن صارت تعديلات عليه وهو ليش كتب كما يقال كما يقول المسلمون اليوم ولو نحن نعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام راح يجي الآن هو الذي كتب ولكن هم كيف أثبتوا أثبتوا حتى ينفون كما يقولون الزوائد عنه والتأويلات والتفسيرات ويثبتون القرآن المعجز في تلك الفترة أثبتوا البسملة مع القرآن المعجز وهذا كافي في موضع الاستدلال لما نستدل نقول أحد الأدلة وياي تماما أحد الأدلة على كون البسملة جزء من القرآن الكريم شنو؟ الرسم القرآني يعني الكتابة القرآنية الدليل الرابع والأخير هو سيرة المسلمين دلت سيرة المسلمين جيلا بعد جيل على كون البسملة جزء من القرآن الكريم لأن نص القرآن شوفوا التفتولي حتى تفهمون شنو هذا الاستدلال كيف يكون نص القرآن ارتبط بطريقتين نص القرآن حفظه بطريقتين الطريقة الأولى التدوين الرسم الكتابة التي تحدثنا عنها قبل قليل الطريقة الثانية ما هي؟ الطريقة الثانية الحفظ التلاوة القراءة التي ترتبط في الصدور لأن القرآن جيلا بعد جيل حفظه في الصدور أكو ناس كانت تحفظه أما كله إجمالا أو بعضا لهذا أنت تشوف أي خطأ في القرآن ينبري لك مجموعة حافظين القرآن الكريم هذا شنو؟ هذا ما يحتاج يرجع إلى النسخة ويقول لك أنت أخطأت لا أكو حفظ للقرآن الكريم في الصدور هذا الحفظ القرآني الذي يرتبط بالصدور ارتبط بتثبيت البسملة كأصل من الأصول وكجزء من القرآن الكريم فعاملوا البسملة نفس معاملة الآيات القرآنية المثبتة لا فرق فالبسملة جزء في الفاتحة وفي سائر السور إلا براءة وهذا شيء يدلك على أن المسلمين في الصدر الأول كانوا كذلك يعاملونها معاملة الآيات الشريفة ويدل على أن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله كان هكذا يتعامل معها وبالتالي يكون الوحي نزل على هذا الأساس ومن تلك الصدور وهذه القضية جدا مهمة ومن تلك الصدور التي حملت القرآن الكريم وأثبتته نجي مرة ثانية نرجع على أهل البيت عليهم السلام كما استدللنا بالدليل الثاني وهي الروايات الواردة من تلك الصدور هي صدور أهل البيت عليهم السلام والقرآن نفسه يشير إليهم يقول بل هو آيات بينات وين في صدور الذين أوتوا العلم الإمام الصادق عليه السلام يضرب على صدره ويقول إيانا عنا لم يقل بين الدفتين يقول إيانا عنا فالقرآن بالدرجة الأولى محفوظ في صدورهم حتى من نقول إنا نحن نزلنا الذكرى شنو بعد وإنا له لحافظون بالدرجة الأولى محفوظ في صدور أهل البيت باعتبار هم عدل الكتاب هم المعنيين بالقرآن الكريم لهذا ما يمكن دفع إشكالات كبيرة شوفوا التفتوا شباب إلى هالقضية المهمة إشكالات كبيرة على القرآن ما يمكن دفعها إلا بأهل البيت اللي هم عدل الكتاب الثقل الموازي للقرآن الكريم مثلا الله يرحم السيد الخوئي في تفسير في البيان يطرح إشكال ما لحل عند المسلمين هذا الحال لا يوجد إلا عند أهل البيت عليه السلام إلا عند مدرسة أهل البيت لو قال لك واحد أنه هذا قرآن كم محرف زي فأنت شنو تقول له شنو الآية التي تستدل فيها أنه مو محرف إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لا حافظون لو قال لك الخصم أن هذه الآية هذه الآية بالذات محرفة أفرض أن الذي حرف القرآن خل هذا القفل حتى يحمي عبثه فأش تقول له أنت ما الذي تجيبه لا يوجد جواب إلا هذا الجواب الصحيح وهو أن أهل البيت القائمين على القرآن القيمين على القرآن عدلوا القرآن قالوا بأن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون آية في كتاب الله مثبته زين فالقرآن معصوم وأهل البيت عليهم السلام شنو معصوما هم الذين أثبتوا هذه الآية فإحنا عندنا قيمومة أهل البيت قيامهم بهذه الحجة سلام الله عليهم أجمعين تثبت هذه الآية ما لا يستطيع غير صاحب هذا المسلك أن يثبته بالنسبة إلى القرآن الكريم لهذا تشوف أكو حوادث كثيرة الدل على أن أهل البيت عليهم السلام القرآن في صدورهم في قلوبهم لعل في اليوم يوم غد إن شاء الله نواصل فقط هذه النقطة وهو أن القرآن مرتبط بأهل البيت وهو في صدورهم في صدور أهل البيت عليهم السلام أهل البيت الذين لم يثبت لهم المؤرخون أو المترجمون أساتذة أو معلمون مثل باقي أرباب المذاهب وعلماء ومشاهير تشوف الكتب تقول علمه فلان علمه أهل البيت ليس لهم معلم بينما هم في صباهم في سن الطفولة هم يحفظون القرآن ويعرفون القرآن بتفاصيله فالقرآن محفوظ في صدورهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار ترجمة نانسي قنقر